في الحقيقة الأوريجن بتاع الموشن ارتفاكس في المري بالزاد جاي نديجة لطبيعة بتاعت الديتا اكوزيشن في المري في الحقيقة الصورة بتاعتنا في المري بتبقى بطبيعتها كده في الكي سبيس يعني احنا 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 بنعمل اكوزيشن في المري السيجنال نفسها اللي احنا بنعملها measurement D بت represent samples للكيس بيس دي طبعية هكده فباسيك اللي احنا شفنا في المحاضرة التالتة ان احنا عندنا reconstruction بيبقى just an inverse for a transformation طبعا whether is a can sampling uniform ومش مشكلة بس هو في الاخر reconstruction هو عبارة on inverse for a transformation المشكلة جاية من اين بقى جاية ان different parts of case space are acquired at different times يعني احنا عندنا لو هو ده case space هنلاقي ان احنا time بيتحرك كده يعني ده الوقت اللي عمد فيه acquisition للخط دوت مختلف عن الخط ده مختلف عن الخط كل خط من دول acquire different time والفرق بين كل خط والتاني بيبقى TR اللي هي repetition time دي بتبقى عادة اكبر بكتير جدا من الوقت بتاع acquisition بتاع single echo فدايما بيعمل لنا مشكلة ان احنا ممكن يبقى في عندنا فروقات كبيرة ممكن توصل في بعض الاحيان لرب minutes علشان نقدر يعني يبقى فيه فرق بين الاول جزء في case space واخر جزء في case space بيبقى فرق كبير لدرجة ممكن يحصل في النص اي motion وتعمل لنا مشكلة ده مثال على كده لو حصل لنا موشن في النص واحنا بنعمل acquisition ممكن يطلع لنا صورة بلرد بالشك ده كده لو خدمة بقنا هنلاقي ان اللي هو الميديا الفيشر بتاعنا اللي موجود هنا ده هنلاقي فيه منه اتنين اكشوري في واحد كده واحد كده وهنلاقي ورده عندنا نفس الكلام عندنا هنا ريبيتيشن لكن الصورة دي صورتين رجبين فوق بعض يعني عندنا صورة كده في ديريكشن ده وصورة في ديريكشن ده وهما الاتنين موجودين في نفس الايه في نفس الصورة قدامنا طبعا الموشن ارتفاكتة عموما هنتخيل انه هو زي ما احنا واحد بيصور بكاميرا ويديه تهزد فتقول له الصورة مهزوزة مهزوزة دي معنا كده نحصل فيها موشن ارتفاكت نفس الكلام هو هو بالضبط منتكلم عليه في الامر اي بس احنا بنتكلم بقى بدل ما احنا بنأكواير الديتا بتاعتنا في الاسبيشن دومين زي الكاميرا زي الفوتوغرافي الكاميرا بنتكلم بقى ان احنا الكيس بيس نفسه بيبقى هو اللي حصل فيه موشن او ديفرنت بارس بقى دلوقتي اكواير في ديفرنت يعني بوزيشن فمعنا كده ما باجه جمعهم كلهم مع بعض بيطلعوا ليه حاجه في الاخر ما هيش مظبوطة في الحقيقة الموشن ارتفاكت بتظهر فعليا لما البيشن بيتحرك يعني بيسيك اكوزيشن بتاعنا مفروض ان هو كله زي ما قلنا كيس بيس كله يتاخد كله بنفس الوضع بالضبط لو حصل موشن في النص نتيجة الفيسيولوجيكال موشن زي مثلا حركة القلب زي حركة تنفس او يعني البيشن من كتر ما هو قعد جوه الماجنيت ممكن هو يكون زيئ شوية فبيحاول يتحرك عشان يعني يغير الوضع بتاعه لان هو تاعب من الوضع اللي هو كان موجود فيه في الحالتين حقيقة بيعملونا مشكلة ان الحركة دي بتعمل موشن ارتفاكت نفسه بيظهر كشكل في الصورة نفسها او ان الصورة نفسها بتظهر ان هي مهزوزة لو حد يعني استعمل قبل كده كاميرا وهو بيصور كاديدة هزت شوية يعني بيلاقي ان الصورة كده اجزاء منها كتيره بنلاقي ان هي شكلها مش واضح وشكلها اكين فيها حركة باقي ان فيها حركة فما بنشوفش التفاصيل بالضبط واضحة فنفس الحاجة اللي بتحصل بالضبط ممكن نعتبر انها بتحصل في الMRI بالضبط يعني نفس البلورينج دوت او الصورة المهزوزة اللي بتطلع علينا في الفوتوغرافيك ايميجين بتطلع علينا برضو في الMRI لو حصل موشن في اسناع الاكوزيشن فعادة البلورينج دوت بمانديت او بيركواير ان الاسكان يبقى ريبيتت لان الصورة اللي بتطلع مهزوزة ما بتبقاش مناسبة ان احنا نعمل بيها يعني دياجنوسيس ده طبعا بيبقى كوسلي بالنسبة للتكلفة بتاعت السمال الجهاز وفي الوقت نفسه بنقاد للعيان اللي هو جاي ممكن يكون تعبان من حاجة فاحنا بنقعدوا اكتر في المجلد فطبعا بيتعب زيادة فطبعا احنا بنحاول نحنا نلاقي تكنيكس عشان تحاول تحسن لنا الريكونسركشن بتاع الصور تخليها تبقى يعني الريزيستانت للموشن ارتفايس فالحقيقة الناس اقترحت بعض الحاجات اللي بتشتغل بباوست براسسنج يعني باوست براسسنج معناه انها بعد معاملت الاكوزيشن بتاعي بعمل عليها ايميش براسسنج او ببروسيس الديتا بتاعتي علشان في الاخر احصل على حاجة يبقى الدياجنوسي قوالي تبقيتها احسن فالحقيقة رغم ان الناس اشتغل كتير حاجة في الموضوع ده الا ان التكنيكس اللي موجودة حاليا اه يعني بتاخد وقت طويل جدا عشان تشتغل وينيفيشن معناه ان هي ما بتطلعناش صور في الاخر لها مناسبة او كمبيرابل للصورة الاصلية اللي ما فيهاش موشن ارتفاكت فطبعا مشكلة لان هي ما هياش فعلا ده الكلام اللي انا قصدي عليه ان احنا دلوقتي لو عندنا الكيس بيس بتاعنا بدل ما كان اكوارد كله حتة واحدة لا ده كان كل حتة اكوارد في وضع مختلف لو حصل ان هي كده لو احنا عملنا الفوريات ترانسفوميشن بتاعها تطلعن صورة بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين كده الصورة مهزوزة هنا كل التفاصيل اللي موجودة هنا جوه جوه البرين ما هياش باينة فمصاب جدا ان اعتبر ان الصورة زي كده تبقى مفيدة بالنسبة للدييجنوزيس لازم اعيد الاخوزيشن بتاعها عشان احصل على صورة ما فيهاش الاخوزيشن يعني اللي مفروض حاصل يعني يبقى الاخوزيشن بتاعي مفقوش اللي كانت موجودة في الصورة دي فطبعا زي ما احنا شايفين كده ان كل سيجمنت في الكي سبيس لو هي حصل فيها موشن لو انا مثلا هنا كنت في وضع وبعد كده هنا بقيت في وضع تاني بعد كده في وضع ثالث ووضع رابع وهكذا طبعا حسب الوقت اللي احنا بناخده في الاخوزيشن بتاع الاخوزيشن بتاع الاخوزيشن كل ما زاد الوقت اللي بنعمل فيه الاخوزيشن ده كل ما كان فرصة الموشن ارتفاكت ان هو يكون موجود تبقى اكتر في الحقيقة في نوعين اساسيين جدا في الموشن ارتفاكت واحد بيتعرض للموشن اللي بتحصل وذين الصورة نفسها يعني لو انا بعمل اكوزيشن لكي سبيس نفسه يعني وذين الكي سبيس نفسه بيحصل موشن او في بعض الحاجات ان انا ممكن ان انا اكون باكوائل نفس الصورة عدد من المرات ممكن يحصل بين الصور وبعض موشن فاول نوع ده بنسميه انترا سلايس موشن انترا معناها وذين السلايس فالموشن بتحصل يعني بمعنى ان كي سبيس بتاع الصورة اللي احنا بنحاول نعمل لها ريكونسراكشن فيها مشكلة في ان الماجنشود والفايز ايروز يعني تخلي الصورة بتاعتنا يطلع فيها سيفير موشن ارتفاكس يعني ما عندناش كي سبيس ولا كي سبيس يسمح لنا ان احنا نطلع الصورة واحدة حتى تبقى سليمة الانترا سلايس موشن بقى معناها ان احنا عندنا موشن انبتوين اكوزيشن موشن يعني دلوقتي فرضا عملت يعني عندي نفس السلايس بقى نفس السلايس ده بيحصل عندنا لما بيكون بيعمل عادة بيبقى فيها عندنا حاجة اسمها نكس نمبر بكسيشن بيبقى عادة يوزر بيحددها ودي ممكن تتاخد اتنين او اربعة او اكتر حسب السلايس المطلوبة تبقى كام فلو احنا حصل بين الاكوزيشن المختلفة او الريبيتد اكوزيشن دي حصل بينها او بين بعضيها موشن بنسمي الموشن دي انتر سليس موشن انتر سليس يعني بين الاسلايس هنا انترا يعني انتر يعني بين السلايس انتر يعني بين السلايس او البراخت اللي كانت اللي حقيقية لغاية دلوقتي في التصوير هما حاكمين مختلفين واقفتين مجم друзي النوع اللي هو الاولاني اللي هو نقي القرار يدى نوع صعب وهذا نوع اللي فيه شغل كتير حقيقية ما وصلش انه يدينا حاجه للقرار الشغل بتالي القرار دا الحقيقية مجموعا مع التقنيك وممكن من التكنيك المشهورة قوي اللي هي زي التكنيك بتاع اير اللي هو جروب في جروب عمله في كاليفورنيا فالنقطة ان هو بنتكلم هنا على ان فيه ريجسترائشن تكنيك اكتشوي تدور تحل لنا مشكلة الانترا سلايس بس الانترا سلايس اكتشوي صعبة جدا نحن نحله فطبعا يعني صعب ان انا نفصل اللي يبنينا عن بعض الحقيقة نتيجة لان الاكوزيشن نفسه بيبقى صعب فالشابب ان نقول ان الموشن هتحصل اين انفقط ر Saس말 بحدثتنا ونظر الانبánd Play يبقى مطابعا مع بداية او نهاية سلايس غالبا ما تبقى is not more than possible لقد رأيت aktiveجن الكبار نعمل ان احنا نتريت الـ two different problems دول او two different motions دول ان هما separate problems لان هما الحقيقة الى حد ما related لبعض. ده مثال للـ inter slice والـ inter slice motion في الـ inter slice زي ما كنا نتكلم احنا مدعنا من acquire صورة وبعد كنا ن acquire صورة تانية repeated version منها وبعد كنا في الاخر مفروض نـ average عشان نحسن لو حصل موشن زي ما احنا شايفين بين الصورتين دول هنلاقي ان في الاخر زي ما احنا شايفين كده هي الصورة اللي احنا كنا نتفرغ عليها من شوية الصورة دي يعني oriented ناحية دي كده شوية والصورة دي oriented ناحية دي كده شوية فيطلع لنا الصورتين فوق بعض لكنهم فوق بعض بزلط فبيحصل لنا هنا بيخلي الصورة دي كواليتي اوحشب كتير او من دي او من دي بس هنا زي ما احنا شايفين الصورة دي واضحة والصورة دي واضحة بس الصورة بتاعت الـ average هاي اللي مش واضحة ده بالنسبة للـ inter slice بقى الموشن بتحصل within الاكوزيشن بتاع الـ case space فمعنى كده ان انا الـ case space نفسه اصلا بايز ما هواش مظبوط ما هواش يعني ما هواش perfect ما هواش acquired في نفس الـ position فبيحصل لنا ان كل واحدة من الصور احنا بنعملها اكوزيشن دي بتطلع فيها مشكلة الحقيقة بيطلع فيها blurring فعملت برضو اكوزيشن تاني وحصل فيه motion برضو بيطلع blurring بشكل مختلف لما بـ average الـ 2 دول برضو بيطلع لحاجة شكلهم لخبط زيادة اوكي ففي الاخر لما بنعمل احنا الـ inter slice يعني الـ inter slice أو inter slice يعني الحالة بتاعت الـ inter slice دي بيحصل موشن في النص وبيحصل موشن يعني في النص في الـ 2 في الصورتين دول هي دي الحاجة الـ general اللي احنا مفروض نتعرض لها الحقيق فحاولين نحاول بقى نلاقي طريقة ان احنا يعني نتريت الـ 2 techniques أو 2 motion Artifact Types ان هم حاجة يعني similar ونحاول نلاقي لهم حل بحيث ان هم اللي اتنين بيكون باعد مع بعض طبعا زي ما كنت بقول الـ inter slice motion يعني ده بيبقى اصعب شوية يعني لما حاول عملها Artifact Suppression يعني حاول اقلل الـ artifact بتاع الـ artifact دوت في الصورة ده بيبقى much more challenging على ان انا اعمل الكلام اللي هو inter slice اللي هو بيبقى الصغر كلها مضبوطة وبحاول ازبطها مع بعض او حاول عملها registration مع بعض ده صعب لي لان انا باسيكلي عندي كل حتة في case space في مكان شكل فالـ case space pieces are more difficult to register يعني لو كان عندي طريقة ان انا اقدر اخد فيها الاجزاء الصغيرة بتاعت الـ case space اللي هي acquired different positions للpatient وحاول اعملها registration مع بعض كنت عملت كده وكانت بقت الدنيا بسيطة بس actually صعبة جدا لان طبعا كل جزء من case space ما بيعبرليش عن صورة بيعبرلي عن يعني مجموعة frequencies في الصورة فبيبقى صعب ان انا اطلع منه حاجة تبقى useful كفاية ان انا اقدر اعملها registration مع بعضي فالحقيقى من اكتر التكنيكس اللي هي اه لاقت نجاح في الجزء بتاعة intra slice motion suppression هو حاجة مسمية navigator echo اوكي دي مهمتها بقى مش ان هي تصلح post processing لا ده هي في الـ acquisition actually بتاستيميشت الموشن وبتحاول بعد كده بالاستيميشن بتاع الموشن ده هي ترجسر حاجات مع بعض بدلات الاستيميشن بتاع الموشن ده يعني ايه الكلام ده يعني ان انا بدل ما انا استنى ان انا املت اكوزيشن خلاص واضور بقى الاكوزيشن ده اتعمل ازاي واشوف الحاجات نفسها علاقتها ايه ببعض او الاقي تكنيك بتاع post processing عشان يحاول ي piece together الاجزاء المختلفة دي لا ده انا في اسناء الاكوزيشن وانا بقى acquire كل line في case space ابقى عارف ومكان الخط ده فين بالظبط او الخط ده اتاخد والpatient نفسه كان بيتحرك فين او مكانه فين فبالتالي بعد ما اكوير بقى ال case space كله بقى عندي كل line بمكانه فقدر ازبط ال lines relative لبعض بحيث ان هما كلهم يبقوا في الاخر ما فهمش motion artifacts فده الحقيقة نتيجة لان هو فعلا يعني الاستيميشن بتاع الموشن ده بيسهل جدا بعد كده في ان انا احط ال case space بشكل مزبوط فالنفيجياتور ايكو ده الحقيقة هو ال most practical for clinical use وهيلاقي ان معظم المكان بتاع المري فيه ال option دي موجودة في كل السيكونس بتاعته فالفكرة بتاعت الفرميليشن بتاع نفيجياتور ايكو دوت ان احنا بنأكواير ال extra line in the center of case space along the kx او ky واندتكت من الموشن في ال direction ده طب ازاي بقى بنعمل الكلام ده نحاول بقى نفكر كده الكلام نحن كلمنا فيه في الجزء بتاع ال projection size theorem ونحاول نفهم ازاي ان احنا نقدر نعمل estimation ال in motion بتاعنا يتخض بيمر بيمر بال center بتاع الـ Kx او بتاع الـ K space في اتجاه الـ Kx او اتجاه الـ Ky فالفكرة تانية بتاعة الـ classical navigator echo ان احنا 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 في الـ K space acquisition ببنامشي acquisition لخط الخطة عدد من acquire segment يعني عدد من الخطوط مع بعض في نفس الوقت فالحقيقة ممكن ان انا وانا بعمل acquisition لدول اعمل معهم acquisition في نفس الوقت او يعني قبليهم على طول او بعضيهم على طول لخط كده وعبارة عن الـ center بتاع الـ K space اللي هو الخط عبارة عن Ky بتصور صفر حسنا؟ وبعد كده لما جاء اكوار بقيت الـ K space افضي برضو نفس الخط هو هو الميزة من الخط ايه الحقيقة ؟ نحنا احنا اكد ذو الخط دة اعبارة عن Slice للـ K space puisque parle Deutschen يعني دلوقتي او الخط ده بالنسباتي بيمثي لي برويجيكشن بتاع الصورة يعني الى y axis او على ال x axis فمعنى كده لو انا عندي البرويجيكشن بتاع الصورة دوت ممكن ان انا لو حصل حركة ممكن اتكتم البرويجيكشن ده من الكمبارزون بتاع البرويجيكشن اللي جايبه او حاسبه من السلايز دي او حاسبه من السلايز دي اقارلتين دول ببعض واشوف الموشن الريلاتي موشن بتويني two lines دول واعرف هو اتحرك يعني بنسبة قد ايه في اتجاه الاكس يعني هو ده كده بيعباره عن ال x axis بتاعه هنا برضو يعني يعني ده بيعباره عن kx line ففي الاخرة ادراح اصر منه على معلومة كاملة للحركة في اتجاه الاكس عامل ازاي فمعنى كده ان انا في التكنيك دوت انا برجستر ال two navigator echo ده بسميه navigator echo الخط اللي هو ky بيساوي 0 ده بسميه navigator echo وده برضو بسميه navigator echo برجستر التين دول مع بعض في ال special domain او بعد ما عمل لهم inverse free transformation واشوف الحركة اللي بينهم عاملة ازاي والرجستر بالتباعية بقى الاكوزيشن بتاعتهم عاملة ازاي لو فرضا انا كنت هنا ما كانش في حركة وهنا اتحركت واحد سانتي يبقى معنى كده انا ممكن ااد لل case space acquisition هنا دوت فيز مقابل لحركة واحد سانتي فبالتالي انا كده اعملت correction للجزء دوت لما حطه مع جزء ده بعد كده هيبقوا بيعبروا عن case space ما فيهوش موشن فطبعا هي دي الفكرة الاساسية الحقيقة فكرة بسيطة جدا بس الحقيقة فكرة very effective وطبعا بالتالي لو انا عاوز برضو ان انا acquire او اعرف الحركة اللي في اتجاه الواي عاملة ازاي انا ممكن اعمل projection بقى وااخد navigator echo في اتجاه اللي هو الخط k-axis بساوي zero اللي هو برعا ال line اللي هو along the y-axis واجيب الحركة في اتجاه الواي اذا بالتالي اجبت الحركة اللي هي translational motion في اتجاه الـ x وفي اتجاه الواي فكده ممكن ان انا اكوركت لو في اي حاجة يعني اي حركة حصلت ممكن ان انا بعارف ايه واحاول اقبلها correction في ال case space بتاعي والحقيقة في حاجة مهمة جدا تانية ان انا حتى لو معرفتش اعمل correction كون ان انا عندي معلومة ان كان في حركة حصلت في النص في المكان الفلاني دي بالنسباني مفيدة جدا لان انا ممكن اكشوري في بعض التكنيكس بتحاول ان هي اتاكواير الخطوط اللي حصل فيها حركة مرة تانية فباسيكلي انا ممكن ان انا مجرد بس ان انا detect حركة بالنفيجاتور echo دوت مش شرط حتى اعرفها بالضبط كام ولا كلام من ده ممكن بس اعرف ان فيه حركة واعمل بعد كده reacquisition للاجزاء اللي هي حصل فيها حركة دي بحيث ان انا في الاخر ابضامن ان ال case space بتاعي لان انا عملت له acquisition كله اعملته within نفس ايه within نفس ال position بتاع ال patient ما حصلش فيه حركة في الحقيقة اللي انا انا بجيتوا اكلوا له بعض ال limitations منها requirement ان احنا ناخد شوية وقت زيادة عشانiche line ده prior to actual case space acquisition يعنا متطهر ان ان احنا ناخد additional line في ال gespace غير ال case space الي احنا بنعمله acquisition فطبعا بنقلل يعني مشاكي نقلل التواصل بتاعنا يعني من المишاك هو دي جديد من التواصل من لا تي بتاعنا اللي ما ح Learn Tee ما نحنا ماحتاجين ناخد line قبل الاكوزيشن فمعنى كده thin тех تي دي لازم يكون عملة aquisition navigator echo فطبعا دي بتعمل لبعض السيكونس اللي احنا عايزين فيها يبقى تي تو كونترس ما بقاش موجود وفي نفس الوقت منعمل كمبلكسي لسيكونس برغمين عشان هنضطر نحنا اكوار اماكن مختلفة في كيس بيس في نفس المرة فدي برضو محتاجة بعض الكمبلكسي في السيكونس برغمين عشان نقدر عملها مضبوط ما يحصلش فيها فالنقطة بقى نحنا بنتكلم على ان الاستيميشن بتاع الموشن بارامترز فميزن تسبب عليك ان احنا ببقى نرجع للمنزل واي اكسيين جدًا ممكن احنا ان ارجع للبقى ايه مكترس لا ادار ان انا فى مرة واحدة بنافيجاتور ايكو واحد استيميت الحركة فى اتجاهين انا محتاج ان انا اخذ الان كيي يتساوي zero لو ارانج الosta عشان استيميت الحركة فى الانجاب الانجاب واخذ خط تانى فى الانجاب معرفش ان انا بخط واحد اعمل اكوزيشن او اعمل دي تكشن للحركة في اتجاهين. فانا محتاج فعليا two navigator lines in orthogonal directions عشان نقدر نحدد الحركة بتاعتنا في two dimensions وطبعا في بعض الناس اقترحت بقى بعض الحاجات اللي شكلها معقد شوية بالنسبة navigator echoes. في الناس اقترحت حاجة اسمها circular navigator. في الناس اقترحت حاجة اسمها spherical navigator. وكلهم الحقيقة يعني هدفهم في الاخر ان هو يعمله two d او three d motion estimation. يعني في نفس المرة. بس طبعا شكل السيكونس دي بتا معقدة جدا. والحقيقة ما يعني حتى الان ما ناجهتش كتير او الناس ما ما استعملتها ش كتير حقيقة في practical sequences. فالحقيقة احنا اقترحنا تعديل على navigator echo علشان يحل مشكلة ان هو ما بيجيبش غير حركة في اتجاه واحد في المرة الواحدة. عملنا حاجة اسمها floating navigator echo. والfloating navigator echo دوت يعني بدلا ما بنقوائر خط في السنتر بتاع k space لا بناخد خط ما هواش في السنتر. يعني بيبقى parallel مثلا ال k x بس ما هواش في السنتر. فالحقيقة اللي بيحصل لو احنا عملنا كده. بنعمل حاجة ممكن تكون يعني فيها فيها ميزة ان احنا عندنا ال ky دوت يعني قبل كده لما كنا بيحصل عندنا موشن في اتجاه ال y. كان النقطة اللي هي عند ال ky بتساوي صفر اللي هو الخط دوت. الموشن بتاعتنا اللي هي بتاد في الاخر linear phase على ال y direction. لما بنقف هنا ما بيقاش باين linear phase ده خالص. انما لما يكونوا واقفين في position تاني غير الزيرو. بيبلين linear phase دوت اللي هو مقابل الحركة في اتجاه ال y. ونقدر actually بدلالة الفيز اللي هو الزيادة اللي بيحصل في ال y دوت. نقدر ن detect بالزبط الحركة في التجاه ال y بتساوي كم. فمعنى كده ان ال position بتاع ال floating navigator دوت بيسمحني ان احنا نجيب ال x axis يعني positioning او الحركة في اتجاه ال x بنفس الطريقة بالزبط بتاعت ال navigator echo. بيقادى على كده كمان ان احنا عندنا من النقطة اللي في النص دي نقدر نستيمات كمان الموشن بتاعت ال y. فمعنى كده نقدر نعمل estimation ل 2d translation and motion من one navigator echo من سامير floating navigator echo. الحقيقة الميزة بقى بتاعت التكنيك ده كمان ان احنا ممكن ال overlapping segments احنا نعمله acquisition دول او زي ما قولنا من acquire case space عن طريق segments بالشكل ده كده ممكن بدل ما نضطر ان احنا نحط floating navigator ده اثنكان محدد ونضطر نعمله acquisition قبل دول. لا احنا ممكن نعمل acquisition دول زي ما هم كده. ونقاد في الاخر خط ويبقى نقاد الخط ده هنا في الاول يعني نعمل overlap one line ويبقى the one line ده هو floating navigator بتاعنا. يعني بدل ما acquire segments دي non overlapping لا اخلي فيه overlap one line واقدر من one line ده estimating motion في اتجاه ال x وفي اتجاه ال y لو هي translation motion. في برضو اه تكنيك تانيك انعملنا له اه يعني development development مؤتما ده حاجة اسمها arc navigator. الحقيقة الفكرة فيه ان احنا ممكن بدل ما ناخد حاجة شكلها circular. احنا ممكن within segment اللي احنا بناخدها دي نستميط arc يعني ناخد كده arc او ناخد within segment دي. الدايرة او الجزء من الدايرة اللي بتمر بيه. ونحاول بعد كده لو احنا بنعمل acquisition يعني multiple acquisitions او بنعمل multiple segment acquisition نعمل overlapping area between segments. ونحاول من ال overlap دوت. عن طريق هنبص ال arc ده حصل في ايه نقدر نستميط ال rotation motion كمان. فطبعا ال rotation motion دي مهمة جدا. لان احنا لو بنتكلم على general motion بالنسبة لل patient. ما قداش نقول انها تبقى translational motion بس. غالبا هيبقى فيها يعني جزء يبقى فيه spherical motion. او فيها حاجة زي rotation يعني. فمعنا كده بتكلم على الجزء دوت الحقيقة. انه هو يعني فيه شبه من orbit navigator. اللي هو كان شكله عبارة عن دايرة. بس هنا اكشوري احنا بنعمل خط ده مش بنعمله acquisition بطريقة مخصوصة. لا احنا اكشوري بناخده within the case based acquisition بتاعنا العادي. ونقدر برضه بنفس الطريقة كده لو احنا بصينا على signal اللي هي موجودة على على الجزء من القوس دوت. ومن القوس التاني اللي هو ساكتو دا والساكتو دا. ونبص على شكل signal بتاعاته. بنقدر اكشوري من الفرق بين الاتين دول وبعض. ممكن الاستيمات اللي هو الانجل بتاعاتنا بتساوي كام كروتيشن. لو فيه حصل روتيشن نقدر املاق detection من الفرق بين الاتين اكوزيشن دول. فده طبعا ميزة مهمة قوي. بالاضافة ان احنا طبعا لو فيه overlap عندنا بين السيجمنتس المختلفة وبعض. ممكن برضه ناستيمات من floating navigator echo. ممكن برضه ناستيمات الايه. ناستيمات في ال x و في ال y. و ال rotation كمان في ال a. في ال in plane motion. الحقيقة فيه تكنيك تاني احنا عملناها برضه. اه كان بياخد بقى بيكمبين التو بروبلمز اللي هم ال inter slice و ال inter slice motion. ويحاول يعمل تكنيك بحيس ان هو ياكوار ال motion information من ال data الحقيقة اللي احنا بنعملها اا اا اكوزيشن. من غير ما ناخد حاجة اضافية. ونستغل الكلام ده الحقيقة ان هو دايما يخلي ال segment نستناهل بنعملها اكوزيشن دي registered مع بعض. فالثكرة اللي في التكنيك دوت او الميزة بتاعته. نو بيادرس ال problems of intra slice and intra slice motion together. وده بيحصل الحقيقة لما يكون مثلا من اكوار بسيجمنت اكوزيشن. ونمبر اكوزيشن ثاني اكبر من ال واحد. يعني من اكوار نفس الحاجة مور دن وانس. يعني مور دن وانس معنا كده نحنا كل جزء في كيس بيس بناخده مور دن وان تايم. عشان نقدر نعمل ال averaging. والحقيقة ممكن نبروبوس بقى في الحالة دي an extension of floating navigator to allow rotation to be estimated. فالفكرة بقى ان احنا بنعمل acquisition navigator area بقى. الاريا دي بتوى area of overlap between different acquisitions وبعض. والحقيقة بدأ ما نعمل acquisition line او arc. بناخد الاريا دي ندور فيها على line او arc. يعني centered عند center بتاعك case space. ونحاول منه نطلع المعلومات بتاعت rotation زي ما كنا بنعمل قبل كده. وطبعا ال overlap نفسه اللي بيبقى عندنا ده بنقدر نطلع منه الجزء بتاع الترانسليشنال motion من floating navigator theory. فباسيك لو احنا عملنا كده احنا بنمنتين efficiency بتاعت التكنيك. لما بنعملش acquisition اي حاجة زيادة. وفي نفس الوقت نقدر نطلع حاجات يعني من ال data بتاعتنا مايبقاش فيها اي جزء بيبقى متعرض ل motion artifact. يبقى دايما كل ال data بتاعتنا بنعملها acquisition بتبقى registered مع بعض نشوف التكنيك ده كده يعني ك block diagram. احنا في الحالة العادية في ال conversion acquisition بتاعنا لو احنا بنعمل averaging. لو احنا بن acquire case space twice علشان نعمل averaging. عشان نطلع الصورة بتاعتنا. احسن. فباسيك اللي بنعمله نحن بن acquire case space الاولاني يعني case space مرة الاولانية وبعد كده case space نعمله acquisition تانية مرة تانية ونأبرج التين دون مع بعض عشان في الاخر نطلع على الصورة النهائي. التكنيك بتاعنا بقى اللي بنعمله يعني proposition هنا او اللي احنا عملناه development. ان احنا بن acquire نفس ال data دي بدل ما كل واحدة فيهم separate كده. لا انا هعملهم بoverlaped segments يعني معنى كده ده انا هاخد جزء دوت. بدل ما الجزء ده هو جزء ده بالضبط. لا ده انا هخلي في بينهم 50% مثلا اا overlap. ال 50% overlap دوت. انا هستغل المسافة اللي فيها ال overlap دي. هحاول استعمل منها translation motion في ال x و في ال y. يعني two dimensional translation motion. وكمان اعمل حاجة زي arc navigator كده استعمل منها ال rotation motion. وبعد كده استغل المعلومات دي بقى ان انا وانا بعمل reconstruction اقدر اطلع يعني اعمل motion estimation الاول وبعد كده اعمل لها correction بحيث في الاخر اطلع motion free average فدي طبعا ميزة كبيرة جدا. انا هنا ما عملتش acquisition زيادة. بس الحاجة اللي انا عملتها هنا سمحت ان يبقى فيها عندي معلومة جيالة بين segments وبعض بحيث ان انا دايما register ده مع ده وبعد كده ده مع ده كل واحد فيهم مع اللي بعده. بحيث ان دايما بيبقى فيها عندي كل واحدة من السيجمينت والبعديها بتبقى فيه بينها وبعضيها اوبرلاب بحيث اقدر في كل الاحوال ان انا اخليهم كلهم يتطبقوا مع بعض في ال positioning. فبعنا كده ان انا once ان انا عرفت مكانهم فين واقدر ان انا اعدل اماكنهم بحيث انها تبقى كلها زي بعض وفي الاخر بجمعهم كلهم مع بعض واكون منهم الموشن free average اللي انا عايزه في الصورة بتاعتي الموشن estimation بقى بيحصل ازاي الحقيقة الموشن estimation بيحصل ان احنا بالidentify area of overlap under the assumption of a general in plane rigid body transformation يعني بعتبر ان انا عندي دلوقتي ده الاكوزيشن اولاني وده الاكوزيشن التاني معرفش الاكوزيشن التاني ده فين بس انا مثلا عندي assumption ان انا بعمل in plane rigid body transformation فمعنى كده ده لو هيحصله rotation هيحصل rotation around النقطة دي around center بتاع case space فمعنى كده انا ممكن اعمل ايه بقى ممكن ااخد لو انا عندي الخط data بتاعت الخط ده كده والديتا بتاعت الخط اللي هو او السجمنت الاولانية دي بفضل ااخد الخط ده وعمله rotation ب different angles واعمل يشوف النقطة اللي هي فيها overlap دي هل هي بتتطابق مع السجمنت التاني ولا لا فباسيكلي ده عملية registration بسيطة جدا بين ال two segments دول وباسيكلي اقدر منها فعلا اوصل للوضع اللي بيبقى فيه الجزء بتاع السجمنت التاني دي متطابق مع السجمنت الاولانية فين بالزبط وانسا انا عرفت الكلام ده انا كده اقدرت احدد الانجل اللي بينهم كان بالزبط وانسا ان انا حددت الانجل بتاعيتهم كان بالزبط اقدر بقى ااخد الجزء اللي هو فيه overlap ده اللي هو المظبوط دوت وبص فيه بقى على floating navigator يعني ااخد اي خط منه او حتى ممكن يبقى مجموعة من الخطوط ونعمل فيها نفس theory بتاعت floating navigator واحسب منها ال x وال y بحيث بعد كده اقدر ان انا اعمل يعني اعمل estimation الموشن في two dimensions واحضر في الاخر اكوريكت فور ال rotation و translation اللي حصلت لي في اسناء ال acquisition طبعا انا بعمل الكلام ده بين كل segment والتاني انا الوقت بقى acquire segment في السجمنت في السورة الاولنية وسجمنت في السورة التانية وهكذا بين كل واحدة والتانية مثلا segment اولنية بتاع الصورة الاولنية وال segment تاع الصورة التانية بقى فيه بينهم مثلا 50% overlap فال50% overlap دي بخلي الاثنين في الاخر يبقى register مع بعض بعد كده بعد ما عملت الاثنين دول بعمل acquisition تاني لسجمنت من السورة الاولنية فبعمل registration من السورة اللي هي الجزء بتاع الصورة التانية والجزء بتاع الصورة الاولنية اللي هي اعملت لها acquisition مرة تانية وهكذا يعني بافضل عندي وانا ماشي كده كل جزء ملاق اجزاء وانا بقى acquire الجزء دوت بعمله يعني overlap مع اللي قبليه بحيث ان انا اقدر في الاخر اخلي كل السجمنت الاكوارد كلها تبقى بنفس translation motion او نفس الايه rotation motion او بمعنى صحة اخليهم يبقوا resistance مع بعض بحيث ما يبقاش بينهم وبعضيهم اي موشن فمعنى كده انا شلت فعليا الافاكت بتاع الانتراسلايس موشن خالص وفي نفس الوقت اكشوالي طالما انا بعمل interleaved يعني acquisition كده باكوارد 2k spaces اللي انا اعملهم average بطريقة interleaved يعني واحدة من هنا واحدة من هنا انا في الاخر اقدر من الكلام ده اشيل بردو بنفس الطريقة اشيل الايه الانتراسلايس موشن فالحقيقة دي طريقة بسيطة جدا وطبعا هي فيها طبعا processing اكتر شوية بس الحقيقة ما هواش processing عنيف لان احنا بنكلم بردو على segment صغيرة مهاش segment كبيرة فنقدر في الاخر نحنا نطلع صورة الحقيقة يعني الموشن ارتفاكت فيها يبقى suppressed وفي الوقت نفسه احنا ما عملاش اكوزيشن لأي حاجة زيادة خالص فباختصار كده التكنيك عبارة عن ايه؟ عبارة ان احنا بنعمل اكوزيشن بحاجة اسمها overlap band اكوزيشن يعني segment بقى فيها بينما بعضها overlap باستغل ال overlap دوت ان انا اعمل rotation estimation بالتكنيك اللي انا كنت بكلم عليه في السلايد اللي فاتت بعد ما عملت ال rotation estimation الا بعد ما اكون خلاص ال rotation خلاص حصل لان انا لو عملت ال rotation estimation وفيه rotation بين السيجمنتس هيبقى عندي طبعا ديتا بتاعتي كلها غلط فبعد ما عملت rotation estimation بقدر اعمل بعد كده بعد كده بقى موديفاي بقى case based values في ال two segments وفي الاخر بقى خليهم كلهم مع بعض بقى يبقوا ايه؟ يعني ازبط الالتجاب بتاعتهم حيث ان كل واحدة فيهم تبقى معروف ما كانها فيهم في case based بعد كده طبعا لو كان في عندي rotation بقى end up ان انا عندي بعض الحاجات ما هياش في مكانها فبضطر الاقي يعني ال acquisition بتاعي في الاخر ended up ان هو يبقى non-uniformly sampled في بعض الاماكن فبضطر ان انا بدأ ما اعمل ال reconstruction ب inverse two dimension for a transformation بضطر ان اعمل حاجة زي grading زي ما شوفنا في المحاضرة التالتة لان احنا في الحالات دي زي ما كنت بقول اي rotation هتحصل هتعمل لي حتى لو انا بعمل acquisition اي rotation هتحصل تعمل لي non-uniformly في sampling بتاعي فاللو انا عملتها بالطريقة دي اقدر احصل على corrected image ما يبقاش فيها لا motion من translation and motion ولا motion من rotation and motion ولا motion between slices وبعض ففي الاخر اقدر احصل على الصورة اللي هي عبارة عن average بتاع multiple images بطريقة ما يبقاش فيها motion artifacts طبعا في اي طريقة من طرق بتاع motion artifacts لازم في الاخر نعمل شاية تجارب علشان نسبة ان الطريقة دي شغالة ولا مش شغالة فالحقيقة اللي احنا عملنا ان احنا عملنا simulation study واستغلنا فيها بقى الاناليتيك اللي كان امنا عليه في المحاضرة اللي فاتت وعملنا actual study يعني عملنا اكوزيشن فعلا لديدة حقيقية من المكهة الMRI فsimulation motion اعملناها ان احنا يعني جبنا لشيب لوجان فانتم دوت وعملنا induced motion عملنا احنا فاتر من الموشن كده وعملنا سيميليشن يعني واحنا بنعمل اكوزيشن عملنا enter slice motion وانتر slice motion فيعني كان ده طبعا البرامتر اللي هي matrix size بتاعتنا 128 يعني الصورة بتاعتنا 128 في 128 الباند اكوزيشن بتاعنا يعني احنا اقوار in terms of bands كلها 16 يعني 128 بدي تبقى اقوار مسلا عن طريق 8 من الباندس دي وهناعمل 50% اوفلاب وهناعتبر ان احنا عندنا الابرش بتاعنا باتنين وهناعمل random translation and rotation of motion parameters between segments وبعضيها فاسناء يعني between segments وبعضيها يبقى فيه motion ما هيش لها pattern معين كده بحيس يبقى predicted لا ده هو motion random وعملنا بقى reconstruction using the conventional grading method to account for non uniformity اللي انا كنت بتكلم عليها في sampling after motion النتائج بقى كانت طلع بالشكل ده كده ان احنا عندنا فعلا قدرنا ان احنا نتابع كوي ال translation motion زي احنا شايفين كده يعني احنا شايفين كده ما بتكملش يعني ما بيجيش حاجة زي واحد في الواحد يعني 10 في مية من الايه من البيكسل نفس الكلام برضو ده ان احنا نحصل على الروتيشن بطريقة مظبوطة الحقيقة الروتيشن كان اكروس في الاتها يمكن اعلى شوية وزي ما احنا شايفين كده احنا بنكلم على جزء صغير جدا من الانجل يعني الكلام ده بنكلم على سكيل كل واحدة من دول 2 ديجريز فطبعا يعني الارور الصغير اللي احنا شايفينه هنا ده فعلا بيبقى صغير جدا ما بقاش فيه فرق كبير فطبعا ده يقول لنا ان احنا فعلا عندنا التكنيك بتاعنا فعلا يقدر يعمل استيميشن بطريقة very accurate للترانسليشن والروتيشن دي نتاج اللي احنا حصلنا عليها من السيميليشن بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده دي الصورة اللي هي كوروبتد اللي هي ما عملنا لها اي نوع من الانواع الموشن كوريكشن او موشن استيميشن دي الصورة هي نفس الصورة نفس الديتا بالظبط بعد ما عملنا لها بقى الكوريكتد ايه الكوريكشن بتاعت يعني بعد ما عملنا استيميشن للترانسليشن موشن والروتيشن موشن عملنا كوريكشن للالكيس بيس قبل ما نجمع الحاجات مع بعض طبعا احنا شايفين فيه هنا بعض الارتفاكس برا كده بس اكشوالي لو احنا بصينا جوه الفانتوم نفس جوه شاب لوجه فانتوم طبعا فيه فارق كبير قوي من المسلا الابيرنس بتاع الالبسز الموجودة هنا والابيرنس بتاعها هنا نفس الكلام برضو بالنسبة الالبسز في النص هنا زي ما احنا شايفين كده فيه وضوح شديد غير البلورينج اللي حاصل هنا الحقيق طبعا ككواليتي او اميج طبعا هنا احسن كتير جدا من هنا ما فيش كلام يعني بالنسبة بقى الريل ديتا بتاعتنا ريل ديتا لو احنا ما عملناش موشن كوريكشن قد صورة بتاعتنا بتطلع بالشكل ده كده بعد ما بنعمل لها كوريكشن اكشوري صورة بتطلع عليها شكلها عامل كده الموشن فري اميج بقى لو احنا عملنا موشن في نفس الوضع الاصلي بتاعنا من غير ما يكون فيه اي موشن خالص بيطلع لنا صورة عاملة كده طبعا لو احنا بصينا قاررنا الصورتين دول ببعض طبعا يعني واضح كده الفارق بين الصورتين دول يعني مثلا احنا من بص مسلا على الجزء دوت فيه فارق جبير بين الجزء دوت اللي هو الفات رينج اللي موجودة في العلسكول بنتكلم برضو هنا فيه يعني فيه موجود واضح ونفس الكلام بالنسبة للأدج بتاع البراين اللي هو السورفز بتاع البراين نفسه اوضح بكتير جدا من الحتة تشارفين مثلا الاماكن دي بلورد بشكل عامل ازاي برضو الاجزاء الداخلية بتاعت البراين نفسها شكلها هنا برضو شكلها بلورد هنا الحقيقة شكلها احسن بس فيه حقيقة بعض الارتفاكس كبعض الارتفاكس البسيطة واضحة برضو نفس الكلام هنا برضو فيه بعض الارتفاكس موجودة لو قاررنا دي بالايه بالموشن فري امج بس طبعا فيه فارق جدا في القوالة بتاع الصورة دي عن الصورة دي الصورة دي ما هياش وحشة طبعا مش اجزاكلي زي الموشن فري بس الحقيقة يعني هي موجودش باتر عن الديسورتت امج ممكن تبقى في احوال كتيرة جدا وفي دياغنوستيك باعلي ما نحتاجش نعمل اك تحسن شهن احنا نعتمد بس على الارتفاكس جدا يستحسن عندنا بعض ال الديتا الحقيقية اللي فيها اكس برمت وفيها سبجيك ويتحرك وحاجات زي كده فنحن عملنا حقيقة تجربة في مكنا سيمينز تريو ثري بوينت يعني تري تسلا والحقيقة كان البرامر الاسبات الأكوززة اللي احنا شايفين كده مترق سايفزよね 256 في 24 الايكو ترين لانت اللي هو عدد السيجمنت النفسه فيها 16 رسالة 16 لاين نمبر اكسراتيشنز اثنين اوورلاب خمسين في المية وكان فيه اللي جوه الماجنت كان نورمال هومن فولنتير علشان نقدر نقول له يتحرك امتا ونبقى عارفين يتحرك امتا علشان يبقى عندنا طريق ان احنا نعرف الحركة دي تمت فين بالظبط وعشان نبقى متأكدين مثلا ان احنا حصل عندنا انترا سلايس وانترا سلايس موشن لاثنين مع بعض وطبعا زي ما قولنا الريكونسركشن بتعمل بالكونفنشن نتائج بقى بتاعت الريل ديتا طبعا ما بندهرش بقى في النتائج بتاعت الريل ديتا دي نقول ان احنا كان عندنا الموشن الحقيقية كذا والاستيميت كذا لان احنا فعليا بيبقى صعب جدا ان الاستيميت الموشن دي من البناء ادم الحقيقي اللي موجود جوا الماجنت فالحقيقي احنا كل بنقدر احنا نعمل الريكونسركشن وبعد انا نرى الصورة عاملة ازاي فدي كده الصورة اللي من غير موشن يعني في الاول خالص خلينا السبجك يبقى موجود غير ما يتحرك وبعد كده خلينا السبجك يبقى موجود جوا يعني الشخص اللي مموجود جوا الماجنت يتحرك ويعمل نام يعني يحرك راسه كده الفوق والتحت ولكن بيعني يعني بيحرك يعني بيعمل الريتشن في الريتشن ده كده الريتشن يبقى فيها جزء من الترانسليشن في ده فلما نبست هنا كده هنلاقي الدنيا هنا بقى فيها جامد جدا اللي هنالة بتاعت البرين شاهدوا aronís هنا هنا شايفين دي اللي بقت هنا عامل ازاي? الاجزاء اللي هي برضو جوه هنا مسلا هنا كان فيه برضو واضح يعني برضو الديتيلز الموجودة هنا بقت كلها هنا برضو جزء ده زي ما احنا شايفين كده الاتج بتاعته خلاص ده غدت في الحاجات التانية ما بقاش بقى صعبة جدا نحن نشوف الاجزاء اللي موجودة هنا. بعد ما عملنا بقى بالطريقة بتاعتنا طلال لنا الصورة بالشكل ده كده. زي ما احنا شايفين بقى فيه هنا الجزء ده واقف شاكله احسن كطير بقى شاكله عن هنا. هذا Veteriner كان فيه شكلاء فيها optimization كلها بقى ابني كلها زي بعض هنا برضو اللي بقى موجود شاكله اوضح هنا كان شاكله برد منو. هنا نفس الكلام برضو دي بقت شاكلها اوضح بكتير جدا من هنا. يعني كانت قريبة قوي من الحاجه اللي كانت موجودة هنا فعليا الصورة دي رغب من فيها بعض الاجزاء الخارجية هنا شكلها بلرد بس الاجزاء دي اكشوا ما بتتملش في في فعليا من لاقيока الصورة دي يبقى فعلا ممكن احنا نستغنى بها ان احنا نعمل فطبعا دي فرق كبير جدا ان احنا ناقوار صورة زي كده ناقوار صورة زي كده الحقيقى حاجة بالشكل ده كده عشان نقدر نشوف التغييرات حصلت فين طبعا هنلاقي فيها اجزاء كتيرة جدا حصل فيها تغييرات جوه وفي الاتجز بتاعت الايه بتاعت البرين بحيس ان في الاخر الصورة اللي طلقت باعت شكلها يعني فالحقيقى عندنا مشكلتين لاحزناهم في الركونسراكشن بايز بتاع الطريقة اللى احتنا اقتراحناها دى اول حاجة ان احنا بقى عندنا حاجة اسمها كيس بايز بايتس بقى كيس بايز فويدس معنا ايه معناها اقوزيشن واخوزيشن ان احنا عرفنا كل الاماكن بتاعت ال يعني ساكميند فاعتنا وحطناها كلها مضبوطة هيبقى فى عندنا بعض الاماكن اللى هونا اس و دى الاماكن سودا اللى فى النص دى دى بنسميها كيس بايز فويدس يعني اماكن فيها missing case based data فطبعا دي فيها مشكلة في ايه بقى ان هي بتعمل لنا ringing يعني لو انا عندي فيه حتة فيها case based والحتة اللي بعدها ما فيهاش دي يعكني عملت multiplication بحاجة شكلها rectangular كده يعني فيه جزء بقى يعني موجود وفيه جزء تاني مش موجود فدي حقيقة فيها مشكلة كبيرة ان هي حقيقة بتعمل لنا distortion للصورة بتاعتنا بجيبس رينجينج اوكي فممكن تطلع شكل الصورة فيها حاجة شبه البلورين كده بس ما هيش بلورينج فدي طبعا مشكلة الحقيقة واموما هنلاقي ان فيها مشكلة اكشوية تانية ان احنا بنعمل برضو undesired variations للsignal to noise ratio within case space طبعا دي نتيجة ان احنا عندنا السامبلينج بتاعنا ما هوش يونيفور فمعنا كده في الحتة اللي فيها سامبلز كتير السignal to noise ratio تبقى احسن في الحتة اللي فيها سامبلز قليلة بسignal to noise ratio تبقى اوحش المشكلة التانية الحقيقة ان يبقى فيه longer reconstruction time احنا دلوقتي بنتكلم على ال reconstruction العادي بيبقى برعا inverse two dimension for a transform هنا احنا خلينا reconstruction بتاعنا محتاج grading اوكي فالgrading ده وقت الحقيقة بيبقى محتاج ان احنا كل مرة بيبقى عندنا pattern مختلف فبنتظر نعمل new reconstruction table عشان يدر نستعمله فالحقيقة ده بياخد وقت طويل الحقيقة ما هوش وقت قصير فدي الحقيقة مشكلة تانية ولاحظناها بس طبعا لو احنا بنتكلم عن ان احنا عملنا acquisition وعايزين نصلح ال acquisition ده طبعا ما ببقاش عندنا options كثيرة بيبقى عندنا طبعا ان احنا يستعمل الوقت بتاع ال acquisition او وقت بتاع ال processing بتاعنا محتاجينه دوت لان احنا معدناش options تانية وفي كل احوال الوقت ده الحقيقة قلب كتير جدا 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 من post processing ممكن تاخد بعض التكنيك فيها بتاخد ساعات مثلا انا بنتكلم على التكنيك ده ممكن يبقى ده اي مثلا لا في حاجات تانية في post processing وتاخد ساعات وممكن تاخد ايام يعني في حاجات بتاخد وقت طويل جدا 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 عشان تدر نتاج فطبعا ده بس ما هواش اكشوري يعني هو longer عن reconstruction الطبيعي الطبيعي اللي ما فيهوش موشن بس بالتأكيد احسن من post processing فدي برضو واحدة من الحاجات اللي احنا مفروض في ال future يعني نحاول ان احنا نادرس بحيث انها تبقى افضل بالنسبة للايه بالنسبة للتكنيك ده في بعض الحاجات اللي ممكن نعملها بقى علشان نقدر نطبق الحاجات اللي احنا سمعنا عنها النهاردة في المحاضرة دي يعني برضو زما اتفقنا ان احنا عندنا الكورس ده اول ده graduate كورس فالهدف منه ان هو يعني يخلي الطالب بيبتدي بقى oriented ناحية شغل ال research فجزء ال research ده بيبقى فيه جزء بتاع كتابه جزء بتاع literature search جزء بتاع نحنا ن implement بعض الحاجات ون evaluate بعض الحاجات ونفكر في بعض الافكار او نسأل نفسينا بعض الاسئلة اللي لسه ما لهاش اجابات عشان نشوفها نفكر فيها نعمل ايه فباقترح هنا الناس تكتب short literature review section on the methods used for enter slice motion يعني طبعا ممكن يرى فيه عندنا انتر سلايز ده ما كنت قلت واحدة من التكنيكس المشهورة اللي هي بنسميه air ده واحدة من التكنيكس المشهورة جدا ممكن بعضنا نعمل يعني شوية search اكتر شوية بحيس ان نشوف ايه التكنيكس ثانية اللي موجودة ونحط references بداية Would the proposed method be possible to extend for use with CT data where acquisition lines are radiant طبعا بكلم هنا على الاكوزيشن بتاع التكنيك الاخراني خالص اللي هو اللي فيه overlap the acquisition ده ده كان بيتعمل على data باره عن segments وكلها rectilinears كلها باره عن خطوط في case space والخطوط دي شكلها مظبوطة يعني خطوط يعني في الماتريكس بتاعت case space ما فيهاش يعني ما فيهاش radial lines طب لو رحنا للCT بقى هل ممكن نعمل حاجة شبيهة بكده في CT ده سؤال برضو عايز الناس تجاوب عليه او تسأل نفسها السؤال ده وتحاول تفسر الإجابة بتاعته فيه الحقيقة محطوط data set في الويب سايت علشان نقدر نوري two dimension translation motion يعني عايزين ناخد ال data بتاعتنا اللي هي موجودة بتاعت الصورة عباره عن case space بتاع الصورة ونوري ان the translational motion does not affect the magnitude of the case space يعني الموشن دي نظر نملاق estimation by correlation based methods يعني ايه كلام ده يعني basically يعني احنا دلوقتي عندنا translational motion لو حصلت عندنا بين two case space يعني two case spaces وبعض في inter slice motion هنلاقي ان the case space كmagnitude هو نفس المكتوب بالظبط فعالسين نوري الكلام ده يعني ناخد صورة وحركها اعمل لها translational motion بأدية وقارن case space بتاعها مع case space بتاع الصورة الاصلية وبعد كده اوري بقى ان احنا لو احنا عندنا two images اللي هما شفتت عن بعض دول ان انا نقدر اعمل correlation based technique ممكن انا عرف estimate the motion دي بكم بالظبط اخر حاجة ان احنا نعمل literature search on the topic of motion artifacts عموما يعني في واحدة من the medical image modalities of your choice يعني ممكن تختار اي حاجة في M-R-I C-T بحيث ان احنا نشوف اذا كان motion artifacts دي موجودة في انهي modalities ومش موجودة في انهي modalities طبعا لما باجه اعمل literature search وببص على research papers وببص على الباتنس بعض الحاجات الحقيقة بتبقى موجودة في الباتنس بتبقى very interesting وتبقى فعلا ممكن انها تدينا برضو insights البعض الحاجات اللي بتبقى مستعملة في practical systems لان في بعض الحقيقات اللي في literature ممكن نلاقي انها ضريفة جدا من ناحية theoretical بس الحاجة اللي بتتعامل فعليا في مكنة M-R-I او في مكنة CT بتطلع حاجة مختلفة تماما الحاجات اللي بتتعامل فعليا جوة imaging systems نفسها بتبقى موجودة اكتر في ناحية الباتنس او في ناحية براءات الاختراع اكتر من ناحية scientific papers فبردو احب الناس اللي لان ما تيجي تعمل literature search تبص دايما على جانبين بتوع ideas دي يعني جزء اللي هو academy وجزء اللي هو industrial اللي هو ايه اللي هو بيمثل لنا برضو جزء مهم جدا في الافكار بتاعة research points